بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه يسلم تسليما كثيرا بعد حصول الموافقة على عقد المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة المكة المكرمة الملك سلمان عبد العزيز يوافق على عقد المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة يومي 13 و14 أغسطس الجاري بعنوان التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها ويشارك في المؤتمر 150 عالما ومفتيا يمثلون 85 دولة منهم المفتونة ورؤساء الجمعيات والمشيخات الإسلامية والمفكرون وأكاديميون من عدد من الجامعات العالمية حيث يبحثون خلاله موضوعات الوسطية والغلو والانحلال والتطرف والإرهاب والتسامح والتعايش بين الشعوب في سبع جلسات عمل على مدار يومين ويهدف المؤتمر إلى تعزيز روابط التواصل والتكامل بين إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم لتحقيق مبادئ الوسطية والاعتدال وتعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب المؤتمر يتضمن سبع محاول رئيسية الأول جهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية والمحور الثاني حول التواصل والتكامل بينها الواقع والمأمول والمحور الثالث جهودها في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب والمحور الرابع الاعتصام بالكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً والخامس الوسطية والاعتدال في الكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً والمحور السادس جهود إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها في مكافحة التطرف والإرهاب والمحور السابع والأخير جهودها في حماية المجتمع من الإلحاد والانحلال صراحة هذا المؤتمر جيد للأمة الإسلامية فأمة اقرأ باسم ربك الذي خلق إذا امتثلت لهذه الآية تستحق أن تكون أستاذة للعالم وينطبق عليها قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذه المؤتمرات هي تدفع الأمة نحو التقدم ونحو الأستاذية في العالم بإذن الله عز وجل كل التوفيق للقائمين على هذا المؤتمر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته